كمتخصصين أنه في حاجة مش طبعية بتحصل في المجتمع المصري مش كده؟ ده دكتورة نسرين بتقول لا يعني أيوة أنا بقول مش بقول لا أنا بقول أن ده على مستوى العالم يا جماعة ونحن في ظرف عام مقدرش أقول أن طبيعة شعب المصري كانت مختلفة ما فيش حاجة اسمها طبيعة في حاجة دلوقتي أنت منفتحة على ثقافات متعددة منفتحة على عالم غريب بتستقي منه كل يعني أنا لما أشوف الدراما اللي مكثفة اللي بتعرض أنماط من البشر من العنف وتظهر هذا البطل على أنه بطل همام في غيبة من القانون وكأن المجتمع لا يوجد به رادع هذه مسألة غاية في الخطورة ولما يطلع أن هذا الشخص يكرم في كل المهرمانات وفي كل المجالات وكأنه النموذج أنا بقدم للولاد إيه؟ أنا عايزة أقول لحضريةك أنا تلاتي في برامج كتير جدا منذ سنوات عدة وقلت يا جماع إحنا عايزين ناس شكلهم إيه؟ مرحلة جاية ناس اللي هم في أي مجال؟ ناس إيه؟ المواطن 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 هل الدراما والسينما؟ بتلعب دور كبير جدا؟ بتلعب دور كبير؟ غاية في الأهمية غاية في الأهمية أصل لو حضرتك بتكلمي عن ممثل لوحده ما هو الممثل ده ما بيعملش كل المسلسلات برضو يعني وغيره يعني شو واحد بس أنا مش بتكلم على وحد أنا بتكلم على الغالبية العظمرة في الأفلام في المسلسلات لما نرصدها وأنا بقول لحضرتك المسلسلات لما نيجي نرصدها ونعملها رزع غيري وده تخصصي هللاقي كم من المسلسلات في حاجة رومانسية أو بتدعو للقيم وواواواواوا على أساس أن الأسرة تبقى متربطة وابتبقى حاجة رومانسية شوفي حضرتك لما نقارن الفترة السبعينيات والثمانيينيات والفترة الحالية هللاقي الفترة الحالية كم من المسلسلات مليئة بالعوف كم من الأفلام مليئة بالعوف وأنا باتفق بقى مع الدكتورة نيسرين في حدوتة أن الايدل تايب النموذج الأمثل لمين؟ للطفل للفرد في الأسرة لكل الناس هو ده النموذج الأمثل أن الحرامي ما يتمسكش فالقانون يبقى غايب وشكرا بقول لحضرتك أمامنا أكثر من سيناريو قلت لحضرتك القاتل والمجني عليه والجماهير والبيئة المحيطة وأيضا الدراما بتلعب دور والإعلام والقانون فين الثغرات القانونية؟ هلحنا؟ هلحنا؟ يعني أنا عندي دلوقتي نقدر نقول أن هذا الشخص يعدم في ميدان عام حتى يستريح الناس؟ يقول لك لأ لسه فيه إجراءات ولسه حنسبته ولسه نعمل استقناف فطول المدة دي بتصيب الناس بقيبة أمل وده اللي بيخليني أقول وانا مالي وانا أدخل ليه وانا أعمل إيه أنا شوفي حضرتك كم حادثة وكم مواقع جات عندنا في المجتمع والناس بتقولوا إحنا منا على ما أسمعوا مرأة من الناس تخسري ده بيه؟ أما أنا مش عايزة تقول لأ أروح الاسم يجبوني وما أروحش الشغل لا أسيب الولاد لا يسألوني لا أتهم فيقول لك لا أسيبك فبقت أنا مالي دول عمر الناس كده؟ لا ما كانتش كده يعني طبعا ما كانتش كده بس سلبية دي ولكن سلبية جاية منين جاية منين من عرض برضو كم من الحوادث التي يعني ارتكبت في إطار أن الناس كانت بتتدخل شهيد الشهامة شهيد الشرف شهيد مش عارف إيه وحيد أمه فقدته علشان كذا يبقى ده الأعلام وده الصحافة والتلفزيونات والبرامج يبقى إذن شناء المسألة طلعين بحاجات محفظة طبعا إذن أنت بتأملي حاجز نفسي ما بين الناس أنت أنت حتى أنت بتربي أولادك والنبي أمي لو شفت أحد ما لك إبعد عنها إبعد عنها شهيد وبين بربي فيه ما يبقاش شجاع ما يبقاش مقدام لما نظهر